موسيقى الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس ويكتمعه عقب الصلاة بقادة قوات المسلحة ويقدم التحية لأرواح شهداء الوطن المفوضية الأوروبية تؤكد العمل على تقوية يوشي أوروبا وقدراتها وتعلن إطلاق الحزمة الرابعة من العقوبات على موسكو الأمم المتحدة تعلن مقتل 564 مدنيا في أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي في الرابع والعشرين من فبراير الماضي أهلا بكم ونشرة لإخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري تحية لكم موسيقى أدى رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى لقوات المسلحة صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي والتي تأتي تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم جاء ذلك بحضور وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمسؤولين وعقب أداء الصلاة اجتمع رئيس السيسي بقادة القوات المسلحة وقدم التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعا عن أمن مصر وشعبها العظيم وأشار المتحدث العسكري إلى أن الرئيس السيسي أكد على وجوب استحضار ذكرى الشهداء دائما عرفانا بما قدموه من تضحيات والتي لولها ما تحققت الإنجازات على أرض مصر وضر الرئيس السيسي حوارا مع قادة القوات المسلحة تناول خلاله الأحداث المحلية والإقليمية والدولية وتأثيرها على المنطقة وأشاد الرئيس السيسي بجهود القوات المسلحة في تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية مؤكدا أن شعب المصري يقف دائما خلف قواته المسلحة وشرطة المدنية للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته استقبلت أكاديمية الشرطة عددا من أعضاء برلمان الطلائع والشباب حيث شاهدوا المرافق والمنشآت الأكاديمية التدريبية والتعليمية وجانبا من تدريبات طلاب كلية الشرطة وتأتي تلك الزيارات في إطار حرص الأكاديمية على تحقيق التواصل مع فئات المجتمع كافة أكاديمية الشرطة تفتح أبوابها لكافة فئات المجتمع ليتعرفوا على دورها في إعداد رجال الشرطة من هذا المنطلق استقبلت الأكاديمية أعضاء برنامج برلمان الطلائع والشباب الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة قرابة 200 شاب وفتاة يمثلون 18 محافظة نظمت لهم الأكاديمية يوما كاملا بنظام التعايش في تأكيد على أواصل الود والتلاحم بين شباب الوطن كقوة واحدة في مواجهة الأخطار احتكاكهم بطلاب أكاديمية الشرطة بيدي نوع من أنواع الانتماء والولاء للوطن لازم شبابنا يعرف من بداية ما هو داخل الكلية الطالب ده بيحصل فيه إيه؟ عشان يوصل أن هو يبقى ظابط يقدر يحمي بلده أعرفني الشرطة المصرية ومكانتها وعظمتها وللتعرف على دور الأكاديمية في إعداد ضابط شرطة عصري مسلح بالعلم والمعرفة والتدريب قادر على مواجهة التحديات والمستجدات شهد الشباب وخلال جولة تفاقدية في محراب الأكاديمية إمكاناتها اللوجستية والتعليمية والتدريبية من خلال مشاهدة عروض للطلبة في القوات البدنية والدفاع عن النفس والكفاءة القتالية والرماية بالأسلحة فضلا عن ميادين التدريب الفني الأمني على التخصص الوظيفي إمكانات أبهرت الحضور وأثنوا عليها شفت تدريبات صعبة وقصية بس هي بتطلع أسود أسود قادرة أنها تحمينا وتدفع عن بلدنا يقدموا كمات مجهود عظيم وكمات مجهود وتدريبات كبيرة قوية وكثيرة جدا الطلبة وزمائلنا هناك كلية الشرطة بيقدموها علشان خاطر بكرة وبعد ويقدروا لما يجوا يطلعوا يستوعبوا أو يبقوا جاهزين هم مؤهلين لأن هم يواجهوا الحياة العملية لبرة يوم ممتع جدا جينا تعرفنا عن حاجات ما كناش نرفع عن الشرطة التدريبات عادنا تفرجنا على الشرطة تاريخ إنشاء الشرطة أول كلية الشرطة تعمل في مصر أكاديمية الشرطة هي حلم عظيم لكل شاب مصري أنهى السنوية العامة أو أنهى درجة البكاليريوس عشان يلتحق بالصرح العظيم دوت بحيث أنه يتعلم وينضم إلى ججال الداخلية وقد حرصت الأكاديمية على تنظيم عروض مميزة لكتائب الخيالة فاضلا عن الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة والحاضرة بفعالية وقوة في مأموريات مكافحة المخدرات حاجات كتير قوي مختفية عن الشباب لم تيجت اللي هم بيشوفوا المنظر الخارجي بس لكن ما بيشوفوش المنظر الداخلي ما بيشوفوش الأعداد الداخلي لرجل الشرطة إزاي بيتم إزاي إعداد رجل قانون ورجل شرطة إزاي اللي هم من خلالهم يقدروا يكفحوا فساد ينزلوا مصالح كريمة يقدروا يكفحوا إرهاب كل الكلام ده محدش يعرفه غير اللي زور الأكاديمية فعلا تجربة وخبرة كبيرة جدا لنا نحن نكتسبها النهاردة بحيث أننا نشوف أبطالنا أو أخواتنا في كلية الشرطة وبنشوف هم قد إيه بيعانوا علشان يحافظوا على الوطن ويحموا الوطن وأشاد الحضور بالجهود المبذولة في إعداد وتأهيل ضباط الشرطة وبالفرصة التي أتاحتها لهم وزارة الداخلية لزيارة هذا الصرح الأمني المتميز إسهاما منها في تعزيز التعاون بين طلاب كلية الشرطة وشباب المستقبل وتعميق روح الانتماء لديهم أنا شرف لها أن نكون موجودة في صرحة عظيمة الأكاديمية الشرطة وأشوف الأبطال اللي بيتعامل عندنا في أرض الواقع في سينة سواء الشمال أو الجنوب وأشوف النهارة تدريباتهم وعيش معهم اليوم بالكامل لأنا ده فخر كبير لها لتحلك فرصة زي دي أن تدخل مكان زي دا ويكون لك دور أو تواصل مع الناس الموجودة دي فده فخر لأي حد أصلا تظل أكاديمية الشرطة صرحا تعليميا وتدريبيا أمنيا متميزا ومتفردا إقليميا ودوليا بإمكاناته التعليمية واللوجستية يفخر الجميع بالانتماء لها كما تحرص على استقبال الشباب ليشاهد إمكاناتها ودورها في إعداد رجال الشرطة ودعم القيم الإنسانية زيارات متتالية لكافة الفئات وبخاصة الشباب لأكاديمية الشرطة الهدف التعرف على مرافق الأكاديمية وكيفية إعدادها لرجل الشرطة بحيث يصبح قادرا على مواجهة التحديات الأمنية ويندرك ذلك تحت الدور الإنساني والاجتماعي للأكاديمية الهادف إلى تحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع عبدالله بركات التلفزيون المصري استقبل سفير مصر في بوخارست مؤيد الضلعي كل من الدكتور محمود ثروة مدير إدارة الصحة بجمعية الهلال الأحمر المصري ومصطفى رفعت مشرف مشرف غرفة عمليات الهلال الأحمر ومسؤول الإغاثة الدولية وذلك فور وصولهما إلى بوخارست من أجل مشاركة في الجهود الإنسانية على الحدود الرومانية الأوكرانية وقد استهل فريق الهلال الأحمر مهمته في بوخارست بعقد اجتماع مع سفير الضلعي وأعضاء السفارة وذلك للتعرف على التطورات الميدانية على الحدود الرومانية الأوكرانية وجهود الإغاثة التي يتم تقديمها هناك من جهتها قامت سفارتنا في بوخارست بتنصيق تحركات الفريق المصري مع السلطات الرومانية لتيسير مهمتهم هذا وتستمر مهمة الفريق المصري في رومانيا لمدة أسبوع وتتضمن المشاركة في جهود الإغاثة التي تقدمها منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية على الحدود طلب الاتحاد الأوروبي روسيا بسرعة الانسحاب من أوكرانيا ووقف عمليتها العسكرية فورا خلال مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي بمدينة فرساي الفرنسية أكدت رئيسة المفاوضية الأوروبية أرزولا فوندرلاين أنه يجب على الاتحاد العمل على تقوية الجيوش الأوروبية وقدراتها مشيرة إلى أن العمليات الروسية غيرت البنية الأمنية في أوروبا ومن جهته أشار رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى أن أوروبا قد أظهرت قوتها ووحدتها في مواجهة الهجوم الروسي مشددا على أن التكتل يسعى لتقديم جميع أشكال الدعم إلى أوكرانيا أعلن الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكران تقديم 500 مليون يورو في إطار المساعدات الإنسانية لأوكرانيا وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفاوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي أعقب قمة أوروبية بشأن أوكرانيا أوضح ماكرون أنه سيتم إطلاق عملية إعمار ما تسببته العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا من ضمار في البنية التحتية نحن عبرنا عن دعم للشعب الأوكراني من خلال تقديم معدات عسكرية وطبية ومساعدات إنسانية وأيضا أعلننا اليوم عن تقديم 500 مليون يورو في هذا الإطار في إطار المساعدات الإنسانية وأدول التي حتى الآن كانت لديها تقليد الحيادة واعتمدت الحيادة مثل السويد التي قررت منذ عدة عقود قررت المشاركة في هذا الدعم الملموس لأوكرانيا هذا الدعم هو دعم أيضا اقتصادي وسوف نستمر به وسوف نشارك في استقبال المليونين من اللاجئين وطبعا ذكرت السيد الرئيسة بأهمية التضامن وطبعا أحيي الشعوب التي استقبلت هؤلاء اللاجئين سلوفاكيا والمجر ومولدوفيا وسواها وأيضا سوف تتحمل وسيكون لفرنسا نصيبها من استقبال اللاجئين من جانبها أعلنت رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فوندورلاين إطلاق الحزمة الرابعة من العقوبات على روسيا خلال المؤتمر الصحفي المشترك أكدت فوندورلاين أن الحزمة العقوبات هذه من شأنها عزل روسيا بشكل أكثر عن المجتمع الدولي مشيرة إلى أن الحزمات الثلاثة المفروضة مسبقا كان لها تأثير بالغ على موسكو نقطة الأخرى متعلقة بالوحدة كان لدينا ثلاث موجات للعقوبات أو حزم للعقوبات قمنا بفرضها على روسيا وكان لديها تأثير مباشر على روسيا والآن نعلن فرض الحزمة الرابعة من العقوبات التي من شأنها أن تعزل روسيا أكثر فأكثر عن المجتمع الدولي والآن ننتقل مع حضرتكم إلى مجلس الأمن حيث نتابع آخر التطورات بالنسبة للوضع في أوكرانيا ينبغي أن نبدل قصارى الجهود التوصل إلى حل والإنهاء هذه الحرب ولا بد أن نفعل ذلك الآن شكرا سيدتي الرئيسة على إحاطتها أعطي الكلمة الآن للسيدة يزومي ناكاميتسو شكرا سيدتي الرئيسة سيدتي الرئيسة السادة أعضاء مجلس الأمن أشكر أعضاء مجلس الأمن على إعطاء فرصة لتقديم هذه الإحاطة هذا الصباح أدرك تماما المعلومات التي تفيد بأن بعض المرافق الصحية تتأثر بنزيع المسلح مما يعرض سلامة هذه المرافق للخطر أود أن أنشد جميع الأطراف على أن تضمن سلامة هذه المرافق أدرك كذلك التقارير الصحفية التي تشير إلى مزاعم برامج وجود برامج أسلحة بيولوجية الأمم المتحدة ليست على العالم بأي من هذه البرامج بفضل اتفاقية الأسلحة البيولوجية لعام 1972 التي تحضر استحداث وإنتاج وتخزين وحيازة ونقل الأسلحة البيولوجية والتكسينية قرر العالم أن ينفقف هذه الأنشطة الأتحاد الروسي وأوكرانيا طرفان في هذه المعاهدة جميع أدور الأطراف قد تعهدت بعدم استحداث وإنتاج والتخزين أو حيازة وامتلاك الأسلحة البيولوجية تحت أي ظروف تم حضر الأسلحة البيولوجية عندما دخلت اتفاقية الأسلحة البيولوجية حيز النفاث في 1975 183 دولة قد اندمت إلى الاتفاقية وينظر للأسلحة البيولوجية على المستوى العالمي كأسلحة غير شرعية هذه الأتفاقية تفتقر إلى آلية تحقق متعددة الأطراف بإشراف من منظمة مستقلة مثل منظمة حضر الأسلحة الكيميائية ولذلك تقييم الامتثال للالتزامات هي مهمة تقع على عاطق الدول الأعضاء سيدتي الرئيسة بالرغم من غياب نظام للتحقق الدولي تتضمن اتفاقية الأسلحة البيولوجية عددا من التدبير يمكن أن تلقى إليها الدول الأطراف لمعالجة الأوضاع التي تشعر فيها دول الأطراف بقلق إزاءة أنشطة الدول الأخرى على سبيل المثال المادة الخامسة من التفاقية تنص على الآتي وأقتبس الدول الأطراف يمكنها أن تتشاور مع بعضها البعض وأن تتعاون لحل أي مشكلة يمكن أن تتأتى مشكلة متعلقة بهدف الاتفاقية أو تطبيق أحكامها انتهى الاقتباس في إطار المادة الخامسة اتفقت الدول الأطراف على ألية لتبادل المعلومات على أساس تدبير بناء الثقة لا بد لدول الأطراف أن تكشف عن معلومات حول مرافق ذات الصلة أو أنشطة تتم على أراضيها لمنع من ظهور الشكوك فيما بين الدول الأطراف الاتحاد الروسي وأوكرانيا كلاهما يشاركان في تدبير بناء الثقة بشكل سنوي والتقرير السنوية التي يقدمها الاتحاد الروسي وأوكرانيا متاحة لجميع دول الأطراف في تفقية الأسلحة البيولوجية لغراد الطمأنة والشفافية إضافة إلى ذلك وكذلك في إطار المادة الخامسة من اتفقية دول الأطراف طورت الدول الأطراف إجراءات لتوضيح المسائل غير المحسومة بما في ذلك عقد اجتماعات تشاورية رسمية للنظر في هذه المسائل أما المادة السابسة من الاتفقية فهي تنص على التالي وأخطبس أي دولة ترفي هذه الاتفقية تجد أن دولة أخرى تتصرف في انتهاك لكن لأحكام الاتفقية يمكن لها أن ترفع شكوى لمجلس الأمن وإذا وفق مجلس الأمن يمكن بدء تحقيق على أساس الشكوى التي تلقاها لم يتم أبداً الاستناد إلى المادة السابسة من الاتفقية لم يتم اللقوء إلى هذه الأحكام حتى الآن ولكنها تمثل إجراءات دولية متفق عليها متاحة لنزع فتيل التوتر ولمعالجات وحسم أي شواغل متعلقة بالامتثال للاتزامات المتأتية من اتفقية الأسلحة البيولوجية في إطار متعددة الأطراف ولذلك أحصد أدول الأطراف الاتفاقية على الاستناد إلى الإجراءات المتاحة للتعاون والتشاور لحسم أي مسائل سيدتي الرئيسة السادة أعضاء مجلس الأمن مثل هذه الأوضاع تبرهن عن أهمية تعزيز اتفقية الأسلحة البيولوجية وتفعيلها ومأسستها ولذلك أغتنم هذه الفرصة لأحصى الدول الأطراف على حضور مؤتمر الاستعراض التاسع الذي من المقرر عقده في جنيه في نهاية 2022 وأحث الدول على الالتزام باستعراض الاتفاقية لنضمن أنها مجهزة لتعامل مع التحديات وأنها تحصل على موالد المطلوبة سيدتي الرئيسة السادة أضاء مجلس الأمن ختاما أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتطرق إلى مسألة سلامة وأمن محطات توليد تقنوية في أوكرانيا أي حادثة في أوكرانيا يمكنها أن تؤدي إلى تدعيات هائلة للبيئة والصحة العامة ونبغي اتخاذ جميع الخطوات لتجنب ذلك إمكانية وقوع حادثة بسبب عدم القدرة على الحفاظ أو عدم القدرة على الصيانة هذه الإمكانية تزداد يوما تلو الآخر القوات التي تسيطر فعليا على محطات توليد طاقة نووية في أوكرانيا ينبغي أن تضمن أمنها وسلامتها وأشعر بقلق شديد أن أربعة من الركائز السبعة للوكالة الدولية للطاقة الزرية وعود إلى الخبر الأبرز في نشرتنا أدى رئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاة الجمعة بمسجد المشير تنطوي وعقب أداء الصلاة اجتمع الرئيس السيسي بقادة القوات المسلحة وقدمت تحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعا عن أمن مصر وشعبها العظيم أدى سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة شعائر صلاة الجمعة بمسجد المشير تنطوي والتي تأتي تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والدكتور محمد مختار جمع وزير الأوقاف وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقادة القوات المسلحة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قيادات الشرطة المدنية وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود وألقى الشيخ السيد عبد الباري خطبة الجمعة أكد فيها على فضل ومنزلة الشهادة والتضحية في سبيل رفعة الوطن وصون مقدراته وعقب أداء الصلاة اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقادة القوات المسلحة وقدم التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعا عن أمن مصر وشعبها العظيم مشيرا إلى وجوب استحضار ذكرى الشهداء دائما عرفانا بما قدموه من تضحيات والتي لولاها ما تحققت الإنجازات على أرض مصر وأدار السيد الرئيس حوارا مع قادة القوات المسلحة تناول خلاله الأحداث المحلية والإقليمية والدولية وتأثيرها على المنطقة مشيدا بجهود القوات المسلحة في تنفيذ مهمها بكفاءة واقتدار على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية ومؤكدا أن الشعب المصري يقف دائما خلف قواته المسلحة والشرطة المدنية للحفاظ على أمن الوطن وصول مقدساته تابر بيولوجي تقام فيه عمليات اختبار بيولوجية خطيرة وهي تعمل على تعزيز قوة مسببات الأمراض الخاصة بجامرة الخبيثة والكوليرا وأمراض أخرى باستخدام هذه المعودة البيولوجية ويتم الاطلاع بهذه الأعمال بدعم مالي ومتبع من مكتب الحد من المخاطر العسكر يتبع لوزارة الدفاع الأمريكية في ذلك ما يصب في مصلحة المركز الوطني لاستخباراتها الطبية ودور رئيس في الاطلاع بهذه البرامج جاء من المختبر المركزي الذي يحظى بمستوى أمن يصل إلى درجة بيس ثلاثة على أساس مركز البحوث العلمي الأوكراني المكافح للجوائح وكانت هناك أيضا عمليات مماثلة يطلع بها في مدن أخرى غير بأوكرانيا مثل كييف، ليف، وخريف، ودنيبورا، وخيرصان، وتيرنبول، وأوزغود، وفينيتسا ونتائج هذه الاختبارات كانت ترسل إلى مراكز بيولوجية عسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية بما في ذلك كان مؤسسة البحث الطبية للأمراض المعدية ومؤسسة بحث العسكري والتر ريد ومركز البحث البحري الطبي وأيضا غيرها من المختبرات البيولوجية والتي كانت تمثل استهدافات رئيسية للبرنامج الأمريكي للأسلحة البيولوجية وكل المواد متاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الروسية ونحن نصفها ونعرضها في الإحاطات اليومية التي نتقدم بها وجيشنا كان على دراية بتفاصيل مشروع يو بي أربعة والذي كان ينفذ في مختبرات كياف وخاركوف وأودسا والهدف كان الدراسة انتشار بعض الأمراض المعضية الخطيرة بما في ذلك عبر الطيور المهاجرة باستخدام مسببات الأمراض انفرانزا اتش خمسة واحد والتي تودي بحياة خمسين بالمئة من من يصاب بها من الناس إضافة إلى فيروس نيو كاسل وكانت هناك أيضا مسببات أمراض فيروسية وبكتيرية أخرى من أولويات الدراسة إضافة إلى ما ينظر فيه من مشاريع لاستخدام الخفافيش كآدات لنشر تلك الأسلحة البيولوجية المرتقبة مثل ما ينقل من أمراض من الخفافيش إلى الإنسان واستخدام أمراض مختلفة مثل داء البرميات وحمى الخيطية وغيرها من الأمراض والكورونا فيروس أيضا ولدينا وثائق عن هذه المشاريع التي تعمل الولايات المتحدة الأمريكية بفعالية على تمويلها في أوكرانيا وكانت هناك دراسات أخرى تعتمد على طفيلات الخارجية باستخدام القمل والبراغيث وكان ذلك بالفعل من الأشياء التي اعتمدت من قبل الجيش الياباني في الأربعينيات وقد وجد هؤلاء الأشخاص من الجيش الياباني مأوى في الولايات المتحدة الأمريكية وقد هربوا من العدالة ولدى أوكرانيا موقع جغرافي فريد من نوعه لسيما أنها في مفترق الطرق لمسارات هجرة كثيرة يمكن أن تنقل من خلالها الأمراض الخطيرة سواء لأراضي روسية أو لشرق أوروبا وكما ذكرنا أنفا فأوكرانيا تقع في قلب القرى الأوروبية في شرقها إذن وعلى حدود روسيا أيضا ومن البيانات التي تم تواصل إليها كانت هناك أيضا معلومات تفيد بأن الطيور كانت أيضا تحمل بعض الفيروسات لسيما في خزان خيرصان بإيفانوفو وفورينزيك بالاتحاد الروسي وصلت إذن تلك الطيور إلى ذلك وتحليل المواد التي وصلت تؤكد على أن هناك أيضا 140 حاوية تجتمل على تلك التفايليات الخارجية للخفافيش وهي تمثل مواد بيولوجية خطيرة يمكن أن تنتشر ليس فقط في هذه المنطقة إنما حتى في أوروبا وهناك خطر كبير من سرقة مثل هذه المواد والتي قد تقع في أيدي الإرهابيين أو تباع في السوق السوداء أو تستخدم الأهداف الإرهابية وبالنسبة لكورونا فيروس فقد كانت هناك إثبتات بأن الآلاف من المواد أو مصل الدماء كان قد نقل أيضا من مجموعات إثنية من السلاف نقلت إلى مختبرات ألمانية والجميع يدرك خطورة نقل مثل هذه المواد إلى الخارج وقد تم نقلها أيضا إلى مؤسسات والتر ريد للبحوث التابعة للجيش الأمريكي وخطورة تلك الاختبارات أنها تستهدف فئة إثنية بعينها لو هي السلاف ونحن ندرك خطورة ذلك وكيف يعالج الغرب تلك المواد ولأسباب جيدة لسيما أن هناك استهداف كما ذكرنا لفئات بعينها وأنشطت تلك المختبرات البيولوجية والتي شهدناها منذ عام 2014 في برنامج يطلق عليه الإصلاح تنافذه المنظومة الرعاية الصحية الأوكرانية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية أدى إلى زيادة كبيرة في حالات الإصابات في أوكرانيا بأمراض كثيرة الحصبة على سبيل المثال زادت بنسبة 100% وهذا بالإضافة إلى الحصبة الألمانية وغيروسات هنطة وغيرها من الأمراض هناك أدلة تبرهن على أنه في خارج كيف حيث تقع أحد تلك المختبرات وفي ينامي عام 2016 توفي عشرون جندي أوكراني وتم دخول 200 آخرين في المستشفيات بسبب أيضا الإنفلويندا الخنازير وبحلول مارس من نفس العام 364 شخص توفوا من إنفلويندا الخنازير في أوكرانيا وهناك أيضا تفشي لأمراض أخرى مثل حمى الخنازير الأفريقية وفي 2019 تفشيت أوبئة أخرى ذات ظواهر مشابهة وبالتأكيد مثل هذه البحوث البيولوجية العسكرية ناكتف يبا هذا القدر وما زالنا مع الأزمة الأوكرانية حيث قال الرئيس الأوكراني فوليديمير زيلنسكي أنه يجب على الاتحاد الأوروبي فعل المزيد من أجل أوكرانيا. أكد زيلنسكي ضرورة بذل جهد أكبر وأن تتطابق قرارات السياسيين مع ما وصفه بمزاج الشعوب الأوروبية. يأتي ذلك بعدما استبعد زعماء الاتحاد الأوروبي انضمامها السريع إلى الكتلة. وأكد زيلنسكي أن الأوكرانيين لا يزالون يقاومون من أجل حريتهم طوال 16 يوما. مشيرا إلى أن هذه المدة هي أكثر بأربع مرات مما كان معتقدا ومخططا له. كما شدد على أن الشعب الأوكراني لن يتخلى عن قطعة واحدة من أرضه. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستفرض حظرا على واردات المأكلات البحرية والمشروبات الكحولية من روسيا. وأدف بايدن أن بلاده ستتخذ خطوات إضافية للوقوف أمام العمليات الروسية على أوكرانيا. لكنه أكد أنهم سيتفادون مواجهة مباشرة مع روسيا. وأكد بايدن أنهم سيزيدون التنصيق مع مجموعة السابع لفرض عقوبات إضافية على كبار رجال الأعمال الروس. ولافتا إلى أن البورصة الروسية مغلقة منذ أسبوعين بسبب تأثرها بالعقوبات الاقتصادية. قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يبدي أي إشارة تدل على رغبته في الانخراط في الدبلوماسية. مع دخول الحربي في أوكرانيا أسبوعها الثالث. أثناء زيارة أجرتها إلى رومانيا أبدت هاريس دعمها للجهود التي تبذلها رومانيا في مساعدة اللاجئين القادمين من أوكرانيا. مجددة التزام الولايات المتحدة بحماية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلنطية خلال جولة تقوم بها في البلدان الواقعة في الجبهة الشرقية للحلف. أعلنت الأمم المتحدة أن 564 مدنيا قتلوا في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي بينهم 41 طفلا. قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه يؤهد أن العدد الحقيقي أعلى بكثير. إذ لم تتمكن بعد من تأكيد التقارير الواردة من المناطق التي يدور فيها قتال عنيف. مشيرة إلى أن معظم القتلى سقطوا جراء استخدام أسلحة متفجرة خاصة خلال القصف المدفعي الكثيف والضربات الصاروخية الجوية. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أعربت مصر عن إدانتها بأشد العبارات استداف مصفات الرياض لتكرير البترول بطائرة مسيرة وذلك في اعتداء إرهبين جديد على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة هذا وأكدت مصر مجددا شكبها التام لهذه الأعمال التخريبية الإرهابية التي تستهدف المنشآت الحيوية وأمن وسلامة إمدادات الطاقة في المملكة كما جددت مصر وقوفها بجانب الشقيقة السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها وسيادتها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخاسيسة أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 48 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية خلال الفترة من 19 من مارس الجاري بجميع المحافظات وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفي بيانها أوضحت الوزارة أن قوافلة طبية سيتم توجهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا مشيرة إلى أن قوافل تضم كافة التخصصات الطبية أطلقت مؤسسة حياة كريمة قافلة غذائية تتكون من 200 ألف صندوق مواد غذائية لتوزيعها على المواطنين الأكثر استحقاقا بجميع قرى ومراكز محافظة الغربية وذلك بالتعاون مع شركة صافي بدأت هذه القافلة من مركز زفتة من محافظة الغربية وتم إرسال 12 شاحنة تحتوي كل منها على ألفين كارتونة مواد غذائية بإجمالي 24 ألف كارتونة لمركز زفتة بجانب 6 شاحنات لمركز سمنود ووصول 6 شاحنات لمركز قطور وفي الطريق لمركز بسيون أيضا 6 شاحنات تحمل مواد غذائية نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن تراجع أعداد السفن المرة بقناة السويس تأثرا بالأحداث السياسية الدولية وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس التي أكدت انتظام عبور السفن والحاويات بالممر الملاحي لقناة وفقا للمعدلات الطبيعية حيث سجلت حركة الملاحة خلال شهر فبراير الماضي أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد معدلات عبور السفن والحمولات الصافية حيث عبرت 1713 سفينة من الاتجاهين وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ستك يا فندم معدلات عبور مختلف أنواع السفن إلى أين وصلت؟ وهل هناك اختلاف في أنواع السفن التي تمر الآن؟ نشوف شهر فبراير طبعا شهر فبراير كان بداية لسه الأزمة كنا محققين إرادات أعلى من السنة الفات شهر فبراير بحوالي عدد السفن كان زيادة حوالي 18-12% كان 1713 سفينة والسنة اللابلية كان 1532 سفينة الأراض كان 545 مليون دولار السنة اللابلية كان 474 مليون دولار بزيادة 15 مليون نيجي بقى لشهر مارس حملاء أننا الأسبوع الأول من مارس برضو إحنا محققين يعني هذا الأسبوع محققين 60 سفينة و3 و6 في المتصل 60 سفينة و3 و6 و18 مليون دولار الأسبوع اللي قبله كنا محققين 61 سفينة 3 و2 و10 مليون دولار اللي قبله كان 59 سفينة 43 و10 مليون دولار يعني بنقول أننا هنا تقريبا في الرينج اللي إحنا نكلم عنه اللي نكلم حوالي في الأسبوع يعني متوصل بتاع الأسبوع 60 سفينة و3 و2 و10 و3 ونصف الليون دولار على الغالي دولار التأثير لسه ما وضحش لكن حيبا فيه تأثير ممكن يبا فيه تأثير إحنا بنتكلم عن الأزمة دي طبعا نعلى البحري والتجارة العالمية يعني دي إذا ترميت طلع ونازل في أي ظروف تأثير أي أزمات بتأثر فيها وبالتالي كانت السويس برضا ده شريان عالمي والشريان نصري وبالتالي برضو بتأثر بالزيادة وبالنصال تبكر للمواقع نحن عقول 21 كان فيه زيادة كبيرة جدا نتيجة تعافي من أزمة كورونا في العالم كله تعافي من البحري وبالتالي إحنا كنا حققين أعلى إرادات خلال سنة 21 عن كل استنوات السنوات نعم تفضل لا كنت عايز أقولي أنه ممكن يبا فيه تأثير سلبي للأزمة دي وفيه تأثير إيجابي لو أن التأثير السلبي هتوقع طبعا أن وردات أسيا من البحر الأسويد كلها هتوقف أو تقل لغاية دلوقات لسه يعني سل بحر الأسويد بفيه براكب تطعب اللي بقى أن الحبوب هتيجي يعني هتروح لماكن بقى بقيدة شوية عن قرات السويس يعني مثل الحبوب ممكن تروح تطلع من شمال غرب وأوروبا وأمريكا لشارع أسيا خامل حديد يطلع من شارع كندا وشمال غرب وأوروبا ده هتظلوا أنه يلف من رأس الرباء الصالح لو نيجي للتأسير الإجابي هتوقع طبعا أن أوروبا هتستاقل للغاز خامل المترول الخام والغاز الطبيعي المسهل من منطقة الخليج وبالتالي السفن دي هتعدف فيبع فيه حاجة فيه تكافؤ أو في عدم السفن اللي هتقل اللي كانت تطلع من بحر السويد تروح أسيا لعدم السفن اللي هتطلع من أسيا تخش أو من خليج يعني تطلع في القناة السويس إلى أوروبا نعم هنقيم ونشوف المواضيع دي نعمل إزاي وعندين احنا برضو تصرفات للحاجات دي نعمل جاهز زي ما كنا جاهزنا آلية تسوقية لأزمة كورونا احنا مجاهزين برضو نحن نتعامل إزاي في السلسات التسوقية في مناطق التصدير البديلة لو حاجة تطلع من شرع كندا أو من أمريكا أو غير من أوروبا يبنديها تخفضات بحيث تخش عندي في قناة السويس برضو باتلفش من رأس الرجاء الاصناء نعم بالنسبة لقناة السويس الجديدة يعني مدى تأثيرها بشكل إيجابي على حركة التجارة القادمة وتوقعاتك يا فندم لي لا نريد أن نقول بس أننا قناة السويس جديدة لا نقوم بشارك أرقام اللي حدثنا لدي 60 سفينة من طاست في الأسبوع يعني من طاست اليومي في الأسبوع كان يبن موجود خالص حينا بكلم لما أبل كده لما كانت كانوا واحدة في 42 سفينة في 45 سفينة الآن نحن نتكلف في 60 سفينة و 65 و 75 و 85 و 80 و شفنا المئة سفينة كمان خلال 21 فعايز أقول لا أن لقناة السويس جديدة حيكوننا حلبها في أزمة كبيرة جدا كانت رؤية سيادة الرئيس صراحة أن كمشروع أملاك وأول مشاريع يمكن قاتلة مشروعات الأملاك للسيادة الرئيس 2014 بدأ حفر سيادة السويس جديدة وفتحها بعد سنة واحدة في 2015 لا غير تماما في عدد السفن غير تماما في الحمولات الكبيرة اللي مكنتش يتعدى بكينا حيات دلات بيعدى عندنا 24 ألف حقاطن سفن مكنتش يتعدى بكده غاطلس بيوصل ل 17 متر ونص وكانتش بندو لا يمكن كان نصف 15 متر أقصى حاجة فاحنا بيكلم عن الحمولات سفن زادت حمولات زادت وعقب الدولار زادت مكنتش موجودة كانت سويس لا كانت تصنيف قناة سويس مش حيبة كان الموجود وكانتش أجالية همية برضو نجعل أزمة إفر جيفن لو مش قناة سويس جديدة مش موجودة حيكوناش نقدر نقدر نعدي 100 سفينة في اليوم لما كانت محتاجة 522 سفينة خلال 6 يام اللي كانت محتاجة فيها سفينة مكنتش لسه كتت عاملة فيها للأزمة كانت موجودة يعني كنت معتها هاتفيا شكرا جزيلا والآن وصلنا إلى نقطتنا الاقتصادية ومحطاتنا الاقتصادية في نشاط التاء السادسة ورجاء رمزي أهلا بك أهلا بك سحر أهلا بك إرهام مشاهدين هذه الوقفة الاقتصادية تأتيكم بعد قليل أهلا بكم استعرضت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط لإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وجهود التنمية على مدار السنوات السبع الماضية وأيضا استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ كاب 27 خلال لقائها وزيرة شؤون جنوب آسيا والكامنويلث اللورد أحمد لبحث العلاقات المشاركة ما بين مصر والمملكة المتحدة أكدت وزيرة التعاون الدولي أن هناك 20 مليار دولار تمويلات من شركاء التنمية متعددية لأطراف والثنائيين خلال عامي 2020-2021 من خلال إطار مصر للتعاون الدولي والتنميل الإنمائية أكدت وزيرة الدولة للهجرة نبيل مكرم أن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة في نسخته الجديدة يستهدف تعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم وذلك في المجال الصناعي وخلال اجتماعها مع ممثلي الوزارات والهيئات المشاركة في المؤتمر أوضحت الوزيرة أنه سيتم تخصيص محور متكامل لتناول الصناعة ما بين مصر وإفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة ولفتت وزيرة الهجرة إلى أنه من المقرر أن يناقش المؤتمر مجموعة من محاور الصناعة منها استعراض ومناقشة الاستثمار الصناعي وآل يدعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر أكد وزير البترول طارق الملاع على رؤية مصر الدائمة للقارة الإفريقية في تحقيق تحول متوازن وواقعي في مجال الطاقة وفي بيان له أوضح وزير البترول أن الرئيس أسيسي أكد التزام مصر بإعطاء القارة الإفريقية ورؤيتها في التحول العادل للطاقة أهمية وأولوية قصوى خلال القمة العالمية للمناخ كاب 27 التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل حيث شدد على أهمية توفير تمويل الدول الإفريقية لمعاونتها في مواجهة تغير المناخ بالإضافة إلى تأكيده على حق الدول الإفريقية في استغلال مواردها ونتحول بكم مشاهدين إلى أسواق العملات حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري نبدأ بالدولار الأمريكي الذي يسجل 15 جنيه 26 قرش لأشراء مقابل 15 جنيه 76 قرش للبي أما اليورو مسجلا 17 جنيه 35 قرش لأشراء مقابل 17 جنيه 46 قرش للبيع للبيع في حين يصل الجنيه السترليني إلى 20 جنيه 62 قرش لأشراء مقابل 20 جنيه 75 قرش للبيع فيما لاوصل بيئة العملات العربية مقابل الجنيه المصري نبدأ بالدرهم الأمريكي الذي يسجل 4 جنيه 26 قرش لأشراء مقابل 4 جنيه 29 قرش للبيع فيما يسجل الريال السعودي 4 جنيه 17 قرش لأشراء مقابل 4 جنيه 21 قرش للبيع أحيى اليابان ذكرى 11 عشر لوقوع زلزال عنيف وموجات مدعات تسونامي ومصاحب ذلك من كارثة نووية دمرت المناطق الشمالية الشرقية للبلاد في 11 عشر من مارس عام 2011 خلفت أكثر من 15 ألف قتيل وفادت وكالة الأنباء اليابانية رسمية بأن البلاد تمكنت من إعادة بناء البنية التحتية في المناطق المتضررة وبشكل كبير غير أنه ما زال هناك حوالي 38 ألف شخص مشردين بعد مرور أكثر من عقد على وقوع الزلزال مشاهدين نهاية هذه الوقفة الاقتصادية عودة مجدداً إلى رهام وصحر إليكم شكراً لك رجاء رمز والآن نتابع المزيد حول جلسة مجلس الأمن الطارئة وذلك لمتابعة آخر تطورات الأزمة الأوكرانية وكلمة مندوب الولايات المتحدة الدائم هناك مع العالم بشكل شفاف وصراحة كنا على حق أكثر مما كنا نريد لا نريد لروسيا أن تفلت من أكاذيبها التي تطلقها في العالم ولا أن تستخدم مجلس الأمن وهذا المحفل كمنبر لتشريع عنف بوتن روسيا اعتدت على منازل مدارس مياتم مستشفيات روسيا اعتدت على البنية التحتية المدنية بما في ذلك المرافق التي تتعلق بصرف الصحي والمياه روسيا تحاصر مدراً أوكرانية هناك مئات الألاف من المدنيين الآن الذين لا يصلون إلى الكهرباء أو إلى التدفئة أو إلى مياه الشفا ليقوا على قيد الحياة روسيا هي المعتدي هنا وبالرغم من ما تبذله روسيا من جهود أن وسائل الإعلام والأوكرانيون يوثقون ذلك في الميدان لا يمكن لروسيا أن تلغي ما ورد على صفحة الأولى في نيويورك تايمز يوم الأسنين والتي أظهرت أم وطفليها توفي بعد محاصرة مدينتهم ومحاولتهم الفرار لا يمكن لروسيا أن تغطي على ما يقوم به المرسلون في وكالة AP News والذين يوثقوا مثلاً المقتل الذي طال طفل يبلغ من العمر أشهر قليل ولا يمكن لروسيا أن تضحط ما قالته CBS News حول أنباء عن فتى يبلغ من العمر 11 عاماً فر بنفسه إلى سلوفاكيا ولا يحمل سوى جزواز سفر كيس بلاستيكي ورقم هاتف مكتوب على يديه لا يمكن لروسيا أن تسكت تقارير الجزيرة عن عناصر الروسيين يروعون المدنيين الأوكرانيين هناك صحفيون يعرضون حياتهم يومياً للخطر ليقدموا للعالم آخر الأنباء من قبيل تقرير نوفوريميا عن التصرف الأرعى للقوى الروسية حول المواقع النووية الأوكرانية روسيا تخفق في خلق واقع بديل فحتى الديبلوماسيين الروس لا يمكنهم أن يحافظوا على البروباقاندا هذه في البارحة أن المتحدث باسم الكريملين أشار إلا أنه لا يملك معلومات واضحة حول القوات الروسية التي أطلقت نيران على مستشفى للتوليد ثم أن وزير الخارجية نفسه قام بإنكار أن روسيا اعتدت على أوكرانيا وبعد ذلك أشار إلى نفيه أن روسيا اعتدت على هذه المستشفى وهذه كلها أدليل وسبق للعالم أن رأى الصورة السورية على شاشات سيانئان حيث شهدنا امرأة تمتاربها من موقع لهذه المستشفى بعد الاعتداء عليه حتى أن المواطنين الروس قد ملوا من هذه الأكاذيب الرياضيون الروسيون يكتبون لا للحرب على أحذياتهم الرياضية الروس يجبون الشوارع ويطفونها اعتراضا على حرب بوتين المتعمدة وحتى التلفزيون الرسمي الروسي وهو ذراع البروباقاندا التابع لبوتين دعا إلى وقف الأعمال العسكري ولذلك لم نعترض على عقد جلسة اليوم جلسة اليوم قد أكدت تنبؤاتنا بالنسبة لأهداف روسيا من هذه الحرب وكشفت أكاذيب الروسيا وأبانت أنها جهود خبيثة للتغطية على الفضائع التي ترتكبها روسيا كجزء من الاعتداء غير المشروع وغير المبرر ضد أوكرانيا وهذه من الممارسات التقليدية الروسية التي اعتدنا عليها والعالم يشاهد أدلة بالصور والفيديوهات التي تجمع وتزيد ونحن لن نسمح بهذه الفضائع وخلافا للحكومة الروسية التي سعت في المقام الأول إلى الصمت ولجأت إليه نحن على ثقة بأن الشفافية والصراحة ستكون لهم اليد العليا وندعو الرئيس بوتن لإنهاء هذه الحرب التي لا مبررة لها والتي هي سيئة وشكرا أشكر السيداتين ديكارلو وانا كميتو على الإحاطة وأود أن أودينها بأشد العبارات المزاعم التي لا أساس لها لروسيا تقول روسيا حسب ما تزعم أن هناك اعتداءات كيميائية يتم الإعداد لها في أوكرانيا وأن هناك مختبرات بحثية حول الأسلحة البكتيريولوجية دعونا نكون جديد الكذيب روسيا لا تخدع أحداً بل هي جزء من استراتيجية خبيثة للتضليل ولذر الرماد في العيون والتي جعلت منها روسيا أداة من أدوات الحرب لقد أدن هذه الاستفزازات غير المسؤولة قبل بضعة أيام فحسب في منظمة الأسلحة الكيميائية مع 46 دولة طرف أخرى وهي ليست المرة الأولى التي تبث فيها روسيا الأكاذيب من أجل خلق البلبلة، بث الخوف والتغطية بشكل أساسي على مسؤوليتها لنذكر بواقع جلي أن روسيا نفسها وليس أوكرانيا هي التي لجأت إلى الأسلحة الكيميائية في السنوات الفائتة على أراضي أوروبا وروسيا نفسها هي التي تحاول أن تغطي بالأضليل على الاعتداءات الكيميائية للنظام السوري وتشعر فرنسا ببالغ القلق حيال أن تكون حملة الأضليل هذه المقدمة نحو استخدام الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية من قبل روسيا في أوكرانيا هذه أسلحة يحضرها القانون الدولي ولا يجب أن تستخدم قط في أي سياق كان ومن قبل أي كان لقد التزمت روسيا بذلك من خلال المصادقة على اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إن الإحاطتين التي استمعنا إليهما صباح اليوم واضحتان فالواقع هو أن روسيا قد فكرت مسبقا بالعدوان على دولة سيدة وانتهكت مثاق الأمم المتحدة والحقيقة هي أن روسيا قد شردت ملايين الأوكرانيين مما أدى إلى أخطر أزمة إنسانية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وروسيا هي التي تقصف يوميا منذ 15 يوما ماريوبول ومدن أوكرانية أخرى ومرافق مدنية في انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وروسيا هي التي تقتل يوميا أعدادا متزايدة من الأبرياء الأوكرانيين إن حملة التضليل وكذلك حق النقد لا يمكنهما التعتيم على هذا الواقع المرير والقوانين التي اعتمدتها موسكو لكم أفواه الصحافة والمعارضين على الحرب في روسيا لن تفلح في ذلك فلا الشعب الروسي ولا العالم يمكن خداعه وشكرا أشكر ممثل فرنسا على بيانه وعطي الكلمة الآن لممثلة المملكة المتحدة شكرا سيدي رئيس اليوم روسيا قدمت سلسلة من نظريات المؤامرة التي لا أساس لها دعوني أقول ذلك بشكل تبلوماسي كل ذلك محد هراء ما من دليل واحد فقط على أن أوكرانيا تملك برنامجا للأسلحة البيولوجية أوكرانيا دولة طرف في اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية وكما سمعنا المختبرات البحثية هي مختبرات أنشئة للتعامل مع مخاطر الصحة العامة ومقدموا الإحاطة اليوم قد أكدوا ذلك إنها محاولة أخرى في إطار حملة ضدليل الروسية لقد قالت روسيا أنها لم تخز أوكرانيا وبعدها غزت أوكرانيا وزير الخارجية لافروف قد قال أن روسيا لم تخز أوكرانيا وكرر هذا العبث مرة أخرى بالأمس مجموعة من الأكاذيب قالت روسيا أن أوكرانيا تعد قنبلة قذرة وكانت هذه أكذوبة أخرى بالأمس قالت روسيا أن امرأة حامل قد افتعلت إصاباتها في مستشفى ماريوبول الذي تعرض للقصف وهذه أكذوبة بشعة وصلت روسيا اليوم إلى أحقر المستويات ولكن مجلس الأمن لا ينبغي أن يصل إلى هذا المستوى إذن دعونا نعود مرة أخرى للحقائق روسيا تغزو أوكرانيا في انتهاك للقانون الدولي روسيا تقتل مئات المدنيين من خلال القصف العشوائي للمدن الأوكرانية وهي تستخدم ذخائر عنقودية وصواريخ حرارية ضغطية وهي أسلحة صنعت للحق أكبر قدر من الضرر روسيا تستهدف المستشفيات والمدارس وترتكب قرائم حرب آلاف القنود الروس والأوكرانيون قتلوا لقد انتهكت روسيا التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة ولكن لا ينبغي أن نسمح لروسيا بتخريب نظام متعدد الأطراف تابعنا معاً كلمات المندوبة الخاصة بالولايات المنتحدة الأمريكية الدائمة في مجلس الأمن وكذلك أيضاً المندوبة الفرنسي ومندوبة المملكة المتحدة الدائمة في مجلس الأمن وذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن والتي انعقدت بطلب روسي وذلك لبحث التقارير المتعلقة بالأسلحة البيولوجية في أوكرانيا توجهت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مورسي إلى نيويورك على رأس وفدل المشاركة في فعاليات الدورة السادسة والستين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة تبحث الجلسة تحقيق المساواة المبني على الدوع الاجتماعي وتمكين جميع النساء والفتيات في صياق تغير المناخ والسياسات وبرامج الحد من مخاطر الكوارث البيئية والتي تعقد خلال الفترة من التاسع وحتى الخامس والعشرين من مارس الجاري هذا من المقرر أن تلقي الدكتورة مايا مورسي كلمة مصر خلال الجلسة الافتتاحية فضلا عن مشاركتها ووفد مصر المرافق لها في العديد من الجلسات والفعاليات التي سوف تقام عليها مش الدورة الحالية ألتقت الدكتورة مايا مورسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر سفراء الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي عبر تقنية الفيديو كونفرنس ويأتي ذلك على هامش فعاليات الدورة السادس والستين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة واستعرضت الدكتورة مايا مورسي نبدا عن جهود مصر في ملف تمكين المرأة المصرية مؤكدة أن مصر حققت تقدما ملحوظا في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين محليا ودوليا خلال السنوات الأخيرة بفضل الإرادة السياسية الداعمة لقضايا المرأة ولترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية بهذا الخبر وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة السادسة وتبقى التذكير بالعنوين الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة في مسجد المشير تنطاوي بالتجمع الخامس ويجتمع عقب الصلاة بقادة القوات المسلحة ويقدم التحية لأرواح شهداء الوطن المفاوضات الأوروبية تؤكد العمل على تقوية جيوش أوروبا وقدراتها وتعلن إطلاق الحزمة الرابعة من العقوبات على موسكو الأمم المتحدة تعلن مقتل 564 مدني في أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي في الرابع والعشرين من فبراير الماضي بأهم عنوين الأخبار وصلنا إلى نهاية نشرة السادسة على شاشة التلفزيون المصري شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة